وصل وفد مملكة البحرين برئاسة الأستاذة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والخمسين للجنة بوضع المرأة بالأمم المتحدة والتي تعقد عملها في نيويورك حتى العشرين من مارس الجاري بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وكينات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد حضرت الأمين العام للمجلس اجتماعات الطاولة المستديرة حول أولويات العمل في المستقبل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للنساء والفتيات تم خلالها مناقشة كفالة خدمة الاقتصاد لمصالح المرأة والفتاة والاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى جانب إدخال تغيير جذري في الحياة السياسية والعامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والمساءلة عن تحقيق المساواة الفعلية لصالح المرأة والفتاة وتتواصل أعمال الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة بعقد عدة اجتماعات أبرزها اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين دعاة العمل والمساواة عوامل حافزة للتغيير واجتماع عمل لمناقشة نتائج الفعاليات التي نظمتها لجان الأمم المتحدة الإقليمية بمناسبة مؤتمر بجن ترجمة نانسي قنقر